السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من مشكلة الشروق للنباتات. اتمنى ان الناس تنزل تعمل اشتراك للقناة. والوقف للفيديو. اي حد محتاج ان ننزل فيديو لحاجة معينة. هنلاقي اسم البيتج بتاعاتنا على الفيس في الدسكريبشان تحت في الوصف. تمام? اه عشر حاجات عشان نضمن ان النبات بتاعك يفضل معك وان انت تبقى حبه وان انت تبقى نفسك منك تحافظ عليه. عشر حاجات عشر حاجات نعملهم. هتتمنى لنا ان النبات يفضل بعمر الله سibeس لين يفضلهم. تمام? رقم واحد. حان86 نقش في المل cleaned with them. رقم واحد. النباتة اللي انت هتشتري من الراجل اللي بيكون معدة من العربية او من المتجأل اللي انت هتشتريو منه جديد سواء كان معك عربية او معك ميكروباس. النباتة اللي انت هتشتريها هيكون عبان منك. هيكون عبان منك. انت لما هتشتريه هيتركون افضل من يوم اليومين تمام? ادي اول حاجة هتشتريه تركينه في الضل يوم او يومين. رقم اثنين. بعد اليومين ان شاء الله هتطلعه فين؟ هتطلعه في الشمس عندك. سيان بقى الشمس الجديد. ده الشمس والله المهمة تعرضه للشمس. ان هو يكون نبات شمسي. مش نبات ضل. وفي فيديو جاي هنعرف الفرق بين نبات الشمسي وبين نبات الضل. تمام? والفرق بين نبات اكتر. المهمة ان خلنا في الموضوع بتاعنا رقم 3. رقم 3 تتأكد تتأكد الزرع اللي انت هتشتريه من الراجل صاحب العربية او من المشتل ان يكون القصيص بتاعه مخروم زي الصورة دي كده. هتشتريه ويكون القصيص بتاعه مخروم. يكون التهوية بتاعته جيدة. تشوفها جيدة ان هي تعرف تتنفس كويس. تمام? رقم 4. اه تتأكد تتأكد في القصيص بتاعك ان في حيز كافي حيز كافي المسافة دي ان هو تقدر انك تحط فيه الماء الكافي عشان القصيص بتاعك يشرب. الحيز الكافي ده يكون قد ارتفاع 3 سنتي. اذا قل وبقى 2 سنتي مفيش مشاكل. الحيز بتاعك بيكون 3 سنتي. ارتفاع السمك الباقي في القصيص. يعني القصيص بيكون فيه تربا فالحيز اللي بيكون 3 سنتي. عشان لما تيجي تسئ النبات بتاعك ياخد كمية كافية من المية وما يعتشش كتير على طول. ان انت بديده كمية قليلة هتفضل يعتش كل شوية وما هتعرف انك تعمله تسطل التربة. انك ترى تفرع اذا كان فيه مية كتير ولا مية قليلة. رقم 4. اه معلش لا رقم 4 خلاص. اه رقم 5. اه تتأكد تتأكد ان النبات بتاعك تتأكد ان النبات بتاعك شارب مية بعمل تستل التربة بغرز آلة حده بخمسة سنتي عمودي في التربة. اي آلة تخصصها للتربة مع علاقة عشوكة قديمة سكينة قديمة انك تخصصها للتربة بتاعتك. تغرزها خمسة سنتي او سبع سنتي او عشرة سنتي سيان. سواء ازا كان القصيص كده مسلا حجمه ارتفاعه 20 سنتي هنغرز خمسة سنتي. القصيص بتاعك اربعين سنتي نغرز عشرة خمسة سنتي. وانطلع الالة لو لقيناها منادية الطينة مسكة فيها سنة صغيرة يبقى نسق اليوم اللي بعده. طب الطينة فيها طلع مسك جامد في الالة دي. يعني الطين طالع مسك في الالة دي كتير. خلاص. يبقى نسق بعدها بيومين ثلاثة. ومن يجي نسق برضو نعمل تست تاني للتربة. اه اه رقم ستة. وانلا افترض ان النبات اللي انت اشتريته ان الراجل بتاعه مش مغزية. راجل صاحب العربية بردو او صاحب المشتب. مش متغز كويس. طب هنعرف ازاي. المهم عموما الراجل اللي هيجي ببعلك النبات لو الراجل عنده ضمير. هتلاقي النبات بتاعك متغزي ومش هتحتكله غزة الا بعد فترة. بعد كزا شهرة. طب في بعض المشاكل وبعض العربيات. يعني بعضهم مش المعظم. المعظم كويس. بعض الناس بعض المشاكل بيعقل بيقطع العقلة بالزهرة ويغرزها في الطين ويلف بالعربية بتفضل الزهرة محتفزة بشكلها الجميل برحتها الجميلة. اه لمدة لطة كلها عن سبعة ايام او ست ايام او خمس ايام. بتفضل محتفزة بشكلها. فهو عمره ما هيلف بالعربية سبعة ايام. لف سبعة ايام وعنده شجرة الورد الام موجودة في الارض. هيلمي وهيقص تاني ويحط تاني ويبعلك. لان لما بيقص ويحطها في الطين التربة والمية. ربنا خلاقة انية بتقدر تحتفز بالعصارة شوية بالعقلة. وطبعا ده مش موسم بالعقلة فانت هتاخده يا بختك يا بخيت. يعيش معاك يا ميعشي. تمام? اه كده رقم ستة اه. هنكمل عليها بردك رقم ستة دي. فاحنا نصبر على التغذية شوية لمدة لها تقل عن شهر. تمام? اه فاحنا اه مش هندي سماد لمدة لها تقل عن شهر. سواء رجل اللي عنده ضمير. او ما عندوش ضمير. عندو ضمير او ما عندوش ضمير. فاحنا نصبر على حكاية السماد دي شهر كامل مكمل. ما نديش سماد. عما التربة تاخد وترتاح ومنعتها تبقى كويسة وتفوق تاني. اه رقم اه رقم اه رقم سبعة. ودي انا نبات ونزلت على فيديوهات كتير. النبات بتاعك ما يتسقيش كل يوم. ولا يتسقي يوم يوم. وعلى حسب الاصص بتاعك. اذا كان بلاستيك ولا اذا كان فخار. الاصص بتاعك لو كان بلاستيك موجودة تله اليوم زي يومين اللي هم اللي فاتوا البطوة الحرب. لو عندك الاصص بلاستيك هتسقي كل من يومين لتلاتيام. هتسقي من يومين لتلاتيام لو الاصص بتاعك بلاستيك وتعمل تستل bir medida برضك قبل ما تسقي. طب الاصص بتاعك فخار. لو الاصص بتاعك فخار. نبقى هتسقي كل يومين لتلاتيام. او كل يومين يومين ونص. الفخار بيقل نص يوم لان الفخار جاده التهوية لان well الفخار بيكون في برضه خرم مهات بس صغير تحت في القصيص وهو الفخار ما شاء الله لو في اي مية زيادة هو بايه بيصرفها طيب لو الشمس بتاعتنا خمس ساعات في اليوم او خمس ساعات بس بتيجي مثلا من فترة الظهرية للعصرية بس ثلاثة اربعة خمس ساعات يبقى هانيس ايه لو القصيص بتاعك بلاستيك هانيس ايه كده في الحالة دي من ثلاثة ايام لاربعة ايام لو فخار يبقى من ثلاثة ايام لثلاثة ايام ونص وبرده بتعمل تست للتربة انا كلامي مش قرآن كلامي مش قرآن متاخدوش كوب بسط ان هو كلامي لأي قبل اي حاجة تعمل ايه تعمل تست للتربة خف المية المية لو 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 العفن طال الجدر بتاعك خلاص مش هتلحق قلة المية يا جماعة مش هتموت العود قلة المية مش هتموت العود خش على البيتج عندي هتلاقى في الوصف هتلاقي نباتات بصراحة لو بتكلم كانت زمنها بتقول حرام عليك رحموني وبرده بتعيش والتكمل معانا وانا نaatين جدخت بالشخص في ذي وقت اي مشaux لو في اي مرض يكسب مياك تدي له سمات النبات بتاعك لما بيكون مريض محتاج دواء محتاج كماوي سواء ملاسيون او تركيبات بنشوفها على قناة عليه تشوفو في ناس كتيرة بتنزل ازاي تدي سمات لوق زيت صبون بتتوبو في مية وفي طرقة تانية بتجيب معلقة شطة وتقطع بصلايا وتقطع راستهم والكوب عليهم مية دافية وتركينهم 24 ساعة وتانيهم تحطهم في بخاخة وترش المرض بتاعك يكسم اياك تدي سمات تدي سمات للنبات بتاعك وهو مريض لان بيك ولا هيومك اسد ولا ولا فضلات حيوانات ولا فضلات حمام ولا اي حاجة ولا تجد له اي حاجة طول ما النبات بتاعك مريض رقم تسعة نفترض ان النبات بتاعك تاج والعفن طاله وبالحالة دي اهοι في الحالة دي نصوم العود نصوم النبات لنقوم بشيء ج نقطوق والمية لمدة لمدة مثلها ولا تقلح عن 4 ايام ولا تزيد عن 5 ايام لا تقلح عن 4 ايام ولا تزيد عن 5 ايام نصوم العود عشان العفن بداع الجدر ندر ايه؟ ندر متخلص منه. رقم عشرة والاخيرة لو جبت نبات وعاوز تنقل عاوز تنقل العود بتاعك وعندك طرق النقل هتلاقي موجودة عندي في القناة ازاي تنقل من كيس لاقصيس ازاي تنقل من قصيس لاقصيس رقم عشرة النبات اللي انت تشتريه اياك ثم اياك تنقله عمرك شفت حد جاي من السفر ينزل تمرين حد جاي من السفر ينزل شغل حد جاي من السفر يرجع يسافر في نفسه اليوم مستحيل القصيس اللي انت هتشتريه لو حبيت تنقله عندك الطرق ازاي تنقل القصيس لقصيس من كيس القصيس عندك في القناة دور عليها ان شاء الله هتلاقيها لما تجيب النبات ما تنقلوش اصبر عليه بالظبط من 10 يام او 15 يوم واكيد النبات اللي انت هتجيبه معلش يعني النبات واخد حيز من القصيس من تحته يعني الجدر لسه ما لحقش يملى القصيس كله يعني انت لما تشتري القصيس الجدر بتاعه هياخد فترة كبيرة عام يملى لايه يملى القصيس كله فما ننقلوش نصبر على عشرة 15 يوم ازاي ازاي حبيت تنقله وما نصعكش انك تنقله اه دي نصيحة اخيرة برا العشرة النبات عامل زي البن قدمين بس الفرق بيننا وبين النبات ونه ما بيتكلمش نبات بتاعك زي البن قدمين الفرق بيننا وبينه انه ما بيتكلمش ياريت يا جماعة تدعمونا بلايك القناة واشتراك للفيديو واي حد محتاج احنا اخوات من غير اي حاجة بدون فازلكة مني او بدون ان انا بطنسع لحضراتكم احنا اخوات من غير اي حاجة بنتعلم من بعض فموت ابن ادم وما بيتعلم اه وما بتطول من العلم الا قليلا اي حد شايف انه عاوز ينزل شيء معين او عايز يسأل على حاجة معينة احنا اخوات انا لو انا مش عارف اقول مش عارف اه من قال لا اعلم فقوات افتا اه دعموني اخوكم شهاد بن مشتر الشروق شكرا شكرا